مرحبا بكم في بودكاست توني فرانسيس مرحبا معك توني فرانسيس صلي انه هيدا البودكاست يصلك اليوم صديقي اليوم بدي احكيك عن موضوع كتير مهم وكتير قوي اختاروا الروح القدس للك انه تسمعوا اليوم وانه تسمعي وعنوان هيدا المشاركة يلي هي من القلب ولكن كمان من الروح القدس هي كيف تطلع على الاماكن العالية بالروح يمكن العنوان غريب شوي بالنسبة للك بس رح تتوضح لك المشاركة اذا بتكمل عم تسمع هيدا البودكاست لانه رح يعمل كل الفرق بحياتك الروحية بعلاقتك مع الرب وبخدمتك للاخرين تتصير مؤثر بالخدمة فعنوان المشاركة اليوم كيف تطلع على الاماكن العالية بالروح رب يسوع المسيح قالنا بالكتاب المعدس انه النور او المصباح لازم ينحط بمطرح عالي كلمان قال الداخلين يقدروا يشوفوا الضو ويشوفوا المطرح يلي فيتين عليه النور دايما بيفيد لما بيكون بمطارع عالية ومن هون منشوف انه بالعهد القديم كان فيه بالقدس يلي هو الاودة الوسط بين الباحة الخارجية وقدس الاكداس هيدا اذا بتعرف شوي عن خيمة الاجتماع بالعهد القديم يمكن سامع عن قدس الاكداس وتابوت العهد فالقدس هو هاي الاودة قبل قدس الاكداس يلي كان فيها الشمعدين او المنارة وكان الضو ينحط على الشمعدين وهيدا الشمعدين او المنارة بتحمل الشمع او الضو ليكون مطرح عالي ليقدر يضوي للكهنة اللي بيفوتوا يخدموا بهيدي الغرفة ليشوفوا مائدة خبز الوجوه ليشوفوا مسبح البخور فالضو كتير مهم بس مهم انه كمان يكون بمطرح عالي ومن هون الرب فرجينا انه في منارة او شمعدين بتحمل هيدا الضو وبتعليه لانه هيك بيكون مؤسر الضو وبيفيد الاخر وعادة منشوف يلي بيبحروا بيكون في منارة لقلون وهال منارة بتكون كتير عالية وبتصير تبرم وبتصير تدوي للبحارة فتخيل لو هيدا المنارة كتير واطية ممكن ما بينتبهولها وهيدا الشي بيشكل خطر على حياتهم وعلى الديركشن تابعهم او الاتجاه يعني مصار الباخرة تابعهم او الشي اللي عم بيعملوه يعني بالبحر شو مكان فهو دي كله امتلة روح القدس عم بيستعملها ليفرجين اهمية انه النور يكون بمكان عالي اوكي النور لازم يكون بمكان عالي وانت وانت اختي بالمسيح يسوع صرت نور يسوع لانتم نور العالم وهيدا النور ما بيتخبى تحت المكان لازم ينحط بمطرح عالي اكيد اكيد مش كرمال المنصب او بيقولوا بالانجليز الانتايتلمنت يعني اللقب والشهرة ابدا مش هيدا قلب الرب انه يعليك لهالغرض بده يعليك الرب للخدمة فمن هون الاشخاص يلي عندن هيدا القلب للخدمة الرب بيكون قريب مننن ليرفعن ولكن الاشخاص يلي عم يبتغوا الرفع للمنصب وللقب ولارضاء الزيت ولانه شوفوني وانا بقدر احكي وبقدر صلي وبقدر اوعز وبقدر رنم وبقدر اخدم اذا هيدا هو القلب لازم نرجع نعيد حساباتنا وانتوب لانه الرب ما رح يرفع قلب صراحة مريضة بالنية تبع بالانتانشن لانه هيدا الشي رح يقزل الخادم والخادمة وما رح يبارك الاخرين لانه القلب منه نعي ونتذكر انه لقلبه نعي بيشوف الله طوبة لانقيا الكلوب لانهم يبصرون الله القلب النعي بياخد اعلانات بيشوف وجه الرب بياخد اعلانات من الكلمة بيقدر يفتح الكلمة للكنيسة او للاخرين ف اذا قلبك مش نائ والرافعة مبسوط فيها للقب متل ما كنت عم بقلك ما رح تفيد بل رح تقزي فعرف انه انت نور بالرب والرب بده يرفعك لانك نور والنور دايما مطرحه بالاماكن العالية والرفعة طبع هذا النور مرتبط بالهوية اوكي اللي انه تذكر معي النور دايما لازم يكون بالاماكن العالية فاذا انت نور عرف انه الرب بده يعليك كلمة تقدر تضوي للاخر العنوان طبع المشارك اليوم كيف تقدر تطلع على الاماكن العالية بالروح هلا كنت عم فسرلك شوي عن هويتك انه انت نور بالرب وهيدا النور ليكون فعال ضروري يكون محمول ومرفوع ليقدر يخدم بأقصى وأفضل طريقة بتفيد الآخر وبتمجد الرب فشو هي الطرق لتكون عم تطلع بالروح شو هي اوكي رح جاوبك عم بعطيك مجال انت كمان تفكر معي وتفكري معي أول نقطة هو التواضع بالملكوت الطريق الطلوع هو نزول الطريق الطلوع هو نزول يعني لما قلبنا بيكون متواضع والتواضع أجمل تعريف له هو بفليب بثنين الإصحاح الثاني إذا بدك تكون عم تقرأ بعدين هيدا الإصحاح بس المقطع بيفسرنا أنه التواضع هو أنه ما نفكر بس بمصلحتنا الخاصة بل بمصلحة الآخرين أيضا التواضع هو أنه أنا عم فكر بمصلحة الآخر وكيف فيه خدمه مثل ما رب المجد عمل معنا الأخلى زيته يعني ما فكر بحاله وترك مجده ولكن بقي بالطبيعة الإلهية بس أخذ طبيعة ابن الإنسان يلي بيشبهنا فيها بس بدون خطية لا يقدر يتمم الزبيحة لأنه ولا إنسان بار إلا هو وأخذ هالطبيعة المعجزية يعني عم تتخيل الله جسد وأخذ هايتي الطبيعة يعني صار عم يشبهنا ليقدر يفدينا فما فكر بحاله أخلى زيته أخلى مجده وفكر فيك وفكر فيك وفكر فيي وفكر بكل الأجيال هدا هو التواضع وراح حتى الموت موت الصليب فالتواضع هو ببساطة إنك تفكر بمصلحة الآخر مش بس بمصلحتك لما تكون عم بتنمي بقلبك روح التواضع روح الخدمة روح بزل الزيت روح إنه كيف يخدم الآخر أنت عم بتحضر حالك للبروموشن عم بتحضر حالك للرفعة عم بتحضر حالك إنه يسوع ياختك أنت النور وإنت النور ويحطك على شمعدين يحطك بمطارع عالي هلا أين ما بعرف كل حدا بمطرح ممكن يعليك بالسوشال ميديا ممكن على التلفزيون ممكن بجريدة بمجلة ممكن بمنصب روحي أو سياسي أو اجتماعي ما بنعرف شو هي هال الشمعدينات يلي ربي بيستعملها ليحط هيدا النور وهيدا الشمعة عليها فالربي بتعامل مع كل واحد فينا بطرق مختلفة بس عرف إنه لما بتكون عم بتغزي جواتك روح التواضع أنت عم بتستعد للرفعة لتخدم بطريقة أفضل فالتواضع هو كتير مهم تذكر إنه الكبرياء بنزلك من الأماكن العالية مثل ما الملاك لوسيفر يلي صار الشيطان أو إبليس أو الحياة القديمة له كتير أسامة بتفرجي طبيعته الساقطة والأوجه يلي أخدها بعد ما ساقط فحاول يصير الله فالكبريا هو إنه تكون محور زيتك ما بقى عينيلك لأ الله وللآخرين بدك أنت تطلع على مطارح عالية لتنشاف لا لأنه بيقول الكتاب عن لوسيفر إنه قال قال كان كتير حلو ونغر بجماله وبحكمته وبالتجارة طبعه إلى آخره فبدو يطلع على هاي المطارح العالية لأنه هو قصة كبيرة هيك هيكشف حاله بس هو عم بيفكر بهذه الطريقة شو صار فيه الرب كبه من أعلى السماوات لأسفل أقاصي الهاوية فنحن بمطرح خطر لما مندخل على قلبنا روح الكبرياء هيدا شي بيخلينا نسقط ولكن لما منتواضع هيدا شي بيرفعنا بيرفعنا مش لن نغتر بحالنا فوق يعني لانتبه لما بتطلع على فوق تذكر انت عم تطلع لهدف عم تطلع لتخدم الرب عم تطلع للدو على مجد يسول لأنه النور اللي حامله ومش انت يعني يوحن المعمدين مكتوب عنه قال كان شاهدا للنور ولم يكن هو النور قداش مهمة نتذكر هاي الآية يعني هاي الآية لما قريتها من سنين دخلت جواتي روح ما خافت الله وفرجتني حقيقتي اوكي الرب قال انه انا نور العالم لأنه هو جوات النور انا بدون الرب ماني نور هو النور او انا عم بشبهه عم بطلقه عم بحمله حامل مجد الرب فيوحن المعمدين قال على الناس مبسوطة كانت فيه نور ونار مشتعلة ولكن قال لم يكن هو النور بل كان شاهدا للنور كان عم بيشهد للنور الحق النور الحقيقي الذي كان قاتيا الى العالم اللي هو يسوع المسيح فتذكر لما بتطلع على فوق انت مش نور اوكي انت مش القصة انت مش عم بيرفع كالراب للناس تتفرج عليك لأنه اول ما بتفوت هيدا الافكار على قلبك انت بمطرح بيشبه مطرح ابليس رح تسقط والسقطة كبيرة لأنه انت عليت والسقطة رح تواجعك اكتر فنتذكر مع كل رفعة يعني نتمسك بالرب بقوة وبشدة مش طبيعية ونقول يا رب دخيل خلي عيوني عليك ذكر ليش انا بهيدا المطرح ذكر كيف اخدم شيل مني الكبرية حفاظ قلبي خليني يا رب دوم واسبت بهيدا المطرح العالي لمجدك فخليك بعلاقة مع الرب خليك عم تصلي خليك عم تمتحن حالك اذا انت بالايمان خليك عم تستأثر كل فكر الى طاعة المسيح لانه هاي المطارح العالية كتير مهمة وكتير مؤثرة وكتير رح بتمجد الرب وكتير رح بتأثر على الاخرين ورح بتعلن محبة يسوع لقلون وخلاصه وحكمته وآياته ومعجزاته امور كتير كبيرة رح بتأثر عليهم والشيطان بده يزعزع منارتك بده يزعزع هيدا المطرح العالي اللي انت فيه فتذكر لما بتطلع انه انت محتاج اكتر بعد للرب من المطارح الاوطى فالتواضع هو النقطة الاولى والاهم يلي رح القدس عم بيدويلك علي اليوم وعم بيدويلك عليها وهيك بتتحضر للرفعة هيك بتتحضر لتطلع على الاماكن العالية بعدنا بنقطة التواضع بس رح استعملها هلأ مش للخدمة بس كنا عم نحكي عن الرب يرفعك لتخدم بس التواضع بمخدعك بعلاقتك الحميمة والخاصة بينك وبين الرب بالمكان يلي ما حدا شايفك فيه التواضع كمان رح يرفعك لتكون بالروح لتكون بأماكن عالية فتذكر الصلاة هي انه تكون بهذا المكان العالي لا تتقابل مع الرب يعني مش مهم تطلع على جبل كتير عالي فيزيكلي يعني جغرافيا بس انت متكبر بقلبك في كبريا يعني قد ما تعلي بهذا الجبل اذا انت طالع وفي قلبك كبريا وطالع تصلي انت حقيقة مش بمطرع عالي حتى لو الجبل اللي حاملك عالي بس انت روحيا بأوطى مطرع يعني مش مهم الجبل اللي بتطلع عليه لتعمل الرياضة الروحية او الكنيسة لازم تكون بمطرع عالي اوكي حلوين هاودي لهم دلائل ورموز مهمة اوكي لانه لازم الكنيسة تكون مبينة للناس تجي لعند المسيح من خلال الكنيسة ولكن ذكر انه الرافعة هي بالقلب فلما بتكون بينك وبين الرب بمخدعك اول شي يعمله تواضع كلمة تطلع وتصعد الى جبل الرب بتطللي كيف يعني بتواضع بمخدع الرب ببساطة بتسكو بقلبك قدام الرب بتقله يا رب انا محتاجك انا عايزك انا بشكرك انه الشي اللي اليوم عملته معي او من خلالي هو بنعمتك انت ايك عم تتواضع انت عم تتذكر الحقيقة تواضع هو انه تتذكر الحقيقة انه بدون يسوع ما فيك تعمل شي فلما بتتواضع وبتسكو بقلبك وبتقله للرب عن ضعفاتك وانك عايزه بهذا التحدي وانك عايزه بهالعليقة وانك عايزه بشغلك الى اخره لما بتتواضع انت عم تحضر حالك لروح القدس يجي ويحملك على جوانحو ويطلعك الى جبل الرب وهونيك لما تفوت الى دياره بتتقابل معه وبتمتلي بحضوره وبتاخد استجابات لصلواتك وبتتغير حياتك وبتفل من محضر الرب انسان محول بطريقة جزرية ومغير وعم بيدوي مثل موسى موسى صحيح كان على جبل عالي جبل سناء وقال لما نزل كلهم شايفوا انه وجه عم بيدوي وده كان المجد المش باقي يعني الزائل صحيح انه طلع جبل عالي بس حياتا موسى كان متواضع بمحضر الرب كان من هيك ضوى وجه كان من هيك استقبل مجد الرب وحمل مجد الرب واصلا موسى كتب عن حاله انه كان اكتر حدا حليما او متواضع في كل الارض فعطاك المفتاح ليش ضوى وجه لموسى لانه كان متواضع بعلاقته مع الرب لانه كان جاهز ليخدم شعب غفير شعب بأعداد هائلة هيدا التواضع طلي على هيدا المطرح العالي صحيح بالجسد وجغرافيا ولكن قلبه كان أعلى من الجبل بكتير كان بالروح لانه طالع كقائد عم بيسكو بقلبه قدام الرب عم بيقله كيف بقدر اخدم هيدا الشعب العظيم يلي اتمنتني عليه كامل هيك نزل وجه مغير مضو حامل الاستجابة بلوحين ليقدر يقود في الشعب وامور تانية وتالتة ورهاب عظيمة مش حنفوت فيها كلها هلأ فاليوم الروح للأدس عم بيشير لقلنا عن اهمية التواضع لما بتتواضع الرب بيعليك سواء للخدمة او سواء بحياتك الشخصية والخاصة بينك وبين الرب تذكر انا وعم بينها انه انت نور بالرب نور بالمسيح والنور هويته انه دايما يكون محطوط على المنارة وعلى شمعدان ولكن هيدا النور للرب يرفعه لازم يكون فيه المعايير المناسبة للرفع مثل ما حكينا وذكرنا عن اهمية التواضع هل التواضع هو المعيار الوحيد للرفع اكيد لا فيه معايير اخرى بس التواضع هو الاساس يعني رح اسكرلك معايير تانية مثلا اذا انت وفايت الشروط او وفايت الشرط الاول والاهم اللي هو التواضع والرب رفعك لانك حابب تخدم وتسكب قلبك وتموت عن الشعب الى اخره طيب اذا انت بهيدا المطرح العالي والرب رفعك بس ما بتعرف الكلمة ما بتعرف الكتاب المقدس ما بتعرف فكر الرب ما بتعرف صوت الروح الادس ما بتعرف طرق ابليس ما بتعرف تنتهر الشيطان طيب شو الاستفادة يعني رفعك الرب لانك متواضع طيب بس ما انت مش جاهز كمان في كتير اشيات تانية لازم تكون عم تشتغل مع التواضع لتكون القصة كاملة مكملة وإلا بتصير الشغلة خطرة وحتى مرات مصخرة وبتخلق مرات بدع فمش بس التواضع يعني ما تتوقف البودكاست طول خلص انا متواضع لحعمل ستوب وتفل لا لا اكمل البودكاست على الاخر تواضع هو الاساس ولكن في اشيات تانية الرب بدو يدوي لك عليها بحياتك الخاصة وبحياتك الخاصة كلمة يكمل هيدا الرفعة وتكون عن جد رائعة ولائقة ومجيدة وعم تتلقلق انت بهذا المطرح العالي والناس عم بتشوف فيك هيدا السفير الرائع هيدا الابن الممجد يلي عم بيدل على يسوع وعم بيخدم الناس بقوة وبعظمة وبمواهب الروح وبصمر الروح مثل ما يسوع سلك بخدمته على الارض فالرب يباركك والرب يباركك وبصلي ان هاي الكلمة اليوم تكون بوقتها تفتح لك عيونك تحط فيك رغبة تعرف اكتر تسأل الرب عن هيدا الموضوع تصلي بهيدا النقاط يلي سمعت اليوم تسمح للروح الأدوس يغيرك ويحضرك واذا انت بالمطارح العالية انتبه وتذكر انه الرب رح يرفعك بعد اكتر لانه بالعليقة مع الرب في تصاعد تكون رأسا لزنبا ما تقول انا وصلت وخلص خلصت هونيك لا في بعض ارتفاعات الرب بديغتك عليها ما تكتفي مطرح ما انت كمل عم تتوقع وعم تتحضر لمستويات الجديدة من السلطان والاستخدمات الرفيعة يلي الرب محضرة لقلك وناطر انه يغدك عليها اذا بتحب تكون عم بتشارك هيدا البودكاست مع اصدقائك مع كنيستك مع عائلتك عالسوشال ميديا بليز عمول هيك بتكون عم بتفيد الاخرين بهيد الكلمة يلي الروح الادوس حتى اليوم على قلبي تكون عم بتطلعها ربي باركك ومنعطي يسوع كل المجد امين ترجمة نانسي قنقر